من أسباب الثبات على الحق الثقة بنصر الله عز وجل لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين والصحابة يعذبون في مكة والعيات تنزل بالتبشير بالتمكين وهلاك الكافرين سيهزم الجمع ويولون الدبر ففي أول لقاء يعني بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان في رمضان من السنة الثانية من الهجرة يعني كانت غير البدر الكبرى وهزم يعني كل من استهزأ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهزم جمعوا الكفر قتلوا سبعين وأصروا سبعين مع أنهم كانوا في العدد يعني يعني ثلث عددهم تقريبا كانوا مشركين ألف والمسلمون 314 أو 17 ومع ذلك يعني نصر الله عز وجل المؤمنين نصرا مؤذرا فكان الصحابة في مكة وهم يعذبون يعتقدون بأن الإسلام سوف ينتشر وسوف تعلو راية الإسلام يعني حتى كان الكافرون يستازئون من المؤمنين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم يقولون المغرورين اللهم العبيد والموالي يظنون أنهم سوف يملكون المشارك والمغارب ولكن حدث فعلا بعد مدة قليلة جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة 13 و14 هذا من المسلمون يعني أعظم دولتين في الأرض وأقوى دولتين وهما الفرس والروم وواصلوا الفتوحات الإسلامية في الشمال والجنوب والشرق والغرب فنقول يعني الثقة بنصر الله عز وجل وبعد الله عز وجل فقد ينبهر الإنسان الآن بالتكنولوجيا في أمريكا واقتصاد الصين وقوة الصين أو روسيا أو غيرها من دول الكفر ولكن لا بد أن نثق بنصر الله عز وجل وبعد الله عز وجل أن الله عز وجل وعد وقال ورخد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يعيثوها عبادة الصالحون فأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي سوف تحكم العالم وسوف ترث المشارك والمغارب كما بشر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي أرصى رسول الله بالهدى ودين الحق يظهره على دين كله ولو كريها المشركون إن الله زوالي الأرض ورأيته مشارقة ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا لي منها فمن أسباب الثبات على دين الله عز وجل الثقة بنصر الله عز وجل وبعد الله عز وجل وأخبر أنه ستسلم بالملاحم لا تكون بين المسلمين وبين الروم وهما النصارى وبين المسلمين وبين اليهود وأن هذه الملاحم والمعرك تتمخض عن نصر الإسلام ودولة للإسلام من ذلك أيضا من أسباب الثبات أن نعرف زيف الباطل وأن الباطل يعني زاهق والله عز وجل أخبرنا بضعف الباطل فقال عز وجل لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يعني مهما كان الفرق في العدد والعدد أبو جهل في غزوة بدر كان عنده أمل في النصر وكان يدعو الله عز وجل ليقول اللهم أن أتى يقامه بما لا يعرفون ومن كان أخطأ للرحم فحنيه الليلة يعني يزمه الليلة فقال عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح عندما طلبت الحكم من الله عز وجل فقد جاء الفتح بنصر المسلمين وبأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أبصر الناس للرحم وهو الذي أتى بالدين الحق إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم لأن مهما أردتم الإسلام سوف تنهزمون وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت مهما كان عددكم ومهما كان عددكم حاملات الطائرات الأمريكية والطائرات F-15 و-16 والأسلاحة المتطورة يعني كل هذا ليقوى يعني أمام جند الله عز وجل وإرادة الله عز وجل للنصر المؤمنين ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإذا طبعا يعني يصدقوا المعرك الإسلامية كان عددهم سبين تلاتين ألف أو سبين تلاتين ألف يزموا مئتين أو مئتين وخمسين من الروم في معركة اليارموك والفرصة كذلك مئة وخمسين أذام أمام تلاتين أو خمسة وعشرين يعني معركة الخادثية وانتصر المسلمون وهكذا نهى وندو وإذلك من المعارك يعني كان في تفاوت عظيم جدا بين الجيوش المسلمة وجيوش الكفر ومع ذلك ينتصر المسلمون لأن الله عز وجل وعد المسلمين بالنصر والتمكين وقال عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فهذه الأموال التي تنفق يعني سوف تنفق ولكن يغلبون أيضا ويحشرون إلى جهنم وبئس النصير فلا بد أن نعرف زيف الباطل أن الباطل زاهق يقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا فالباطل بيظهر على الصدف مع غفلة أهل الحق وعدم قيام أهل الحق بالواجب عليهم جاي الزبد والرغوة والأش اللي بيكون فوق سطح الماء ولكن لو وجد الجند لله عز وجل لابد أن ينتصر وإن جندنا لهم الغالبون ففي مثلا غزة كم ألف واحد بيقتلوا اللي أودوا من خلفهم أوروبا الكافرة وأمريكا الفاقرة بالأسلحة وبالعتاد وبالجنود كل حاجة وقفين معهم يعني كنتها القوة وذول ناس محاصرين بقى لهم سنين ويصنعون يعني يعني أسلحة يدوية بإمكانات ضعيفة جدا ومع ذلك يصمدون يعني سنة كاملة ويعني هم في السنة الثانية ويكبدون الخسائر العدو يعني أفدح الخسائر كل يوم فنقول هذا بعض الله عز وجل المؤمنين بالنصر والتمكين ونبدأ ونبدأ أن نعرف أيضا زيف الكفر وضعف الكفر من أسباب الثبات على دين الله عز وجل كصد ذكر الله عز وجل فالله عز وجل لما أرسل يعني هارون وموسى إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري لا تتكاسل عن ذكر الله عز وجل أن الذكر كما قال ابن القيم يقوي القلب ويقوي الجوارح يقول أما تقويت للقلب فظاهرة لا تحتاج إلى دليل أما تقويت للجوارح فستدل بخصة يعني فاطمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ونام بينه وبين ابن عميها علي بن أبي طالب وقال ألا أدلكم وعلى أفضل لكم من خادم تسبحون الله ثلاثا وثلاثين وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين وتكبران الله عز وجل أربعا وثلاثين عند النوم نتعطي قوة يستغنبها الإنسان عن الخادم والمعروف أن الذكر يقوي القلب ويقوي البذل وذلك كان من الأذكار التي يستعان بها على الشدائد ودخول على الحكام الظلمة والختال وإذاك تقول لا حول ولا قوة إلا إلا فهذا الذكر يعني كنز من كنوز الجنة ويقوي القلب ويقوي الجوارح فنقول أيضا يعني من الأسباب كاصة الذكر من ذلك يعني كاصة النوافل عموما لأن كاصة النوافل يعني تغذي شجرة الإيمان فتقوى على مواجهة عواصف الشبهات والشهوات من أسباب الثبات يعني كذلك القرب من علماء العاملين والدعاء المخلصين لذلك يقول أنس ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا مجرد أن دفنوا الجسد الشريف أحسوا بتغير في القلوب لأنهم فقدوا مصدرا عظيما من مصادر روخي الإيماني وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم فلما يعني لحق بالرفيق الأعلى استشعر الصحابة يعني هذا الفارق وقالوا ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا فالقرب من العلماء ومن الدعاء المخلصين مما يقوي الإيمان يعني في قلب العبد أمه يثبت الإنسان على دين الله عز وجل وذلك كان ابن القيم يقول كن إذا ضاقت بين الأمور واشتدت بين الأحوال نلقاه يعني شيخ الإسلام تيمية فما أن نرى وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته فأتاه من ريحها وطيبها ما استفر قواهم لطلبها فابن الخيم يقول أن الأمور لما تشتد نذهب الشيخ الإسلام ننظر مجرد نظرنا عن واقع الشيخ الإسلام تنشرح الصدور وتذهب الهموم والغموم والنجدات ثقة بوعد الله رجاله ونصر الله يعني عز وجل فيقول ابن الخيم فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته فأتاه من ريحها وطيبها وهم ما يزالون في دار العمل فمن أسباب يعني السبات يعني كذلك القرب من العلماء العاملين والدعاء المخلصين ترجمة نانسي قنقر